جزاكم الله خيراً هذا السائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة يسأل عن صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا السائل من الجزائر صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاءت إلى حديث الوالدة في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ذلك أنه عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة استقبل قبله وكبر تكبيرة الإحرام رافعاً يديه مع تكبيرة الإحرام ثم يقدر كفه اليمنى كفه اليسرى بكفه اليمنى ويجعلهما على صدره ثم يستفتح بحانك اللهم وبحمل التمارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره وإن شاء استفتح بما ورد الآن الرسول صلى الله عليه وسلم من أنواع الاستفتاحات إلى اللهم رب جبرايل ومكايل وإسرافيل قاطر السماوات والأرض عالم العين والشهادة تتحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون اهلني لما اختلف فيه من الحق إذنك تعدي من تشاء إلى صراط مستقيم وإن شاء قال وجه توجه لذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ونحيايا ونماكي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمد وأنا هو المسلمين ثم يستعيد بالله من الشيطان يقول أولي بالله من الشيطان الرجيب من همزه ونفخه ونفخه ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها ما تجسر من القرآن ويركع هتين الأوليين من الرضاعية ومن المغرب ومن صلاة الفجر ثم يرفع يديه مكبراً ويركع ويمد ظهره يضع يديه على ركبته منقناً كل يد ركبة فالرجل يصابع يديه ثم يمد ظهره مستوياً ويجعل ظهره حيالة لا يخفذه ولا يرفعه ثم يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمد كثيراً طيباً مباركاً فيه إذا اعتدل من قائماً إلى السماء ومن الأرض ومن الأمشي ثم يكبر ساجداً تخر ساجداً ويكبر ثم يضع جبهته وأنفه على المصلى وعلى أطرافه وعلى يديه وعلى أطرافه وعلى ركبتيه وعلى أطراف قدميه ويقول سبحان ربي الأعلى في السجود ثم يرفع رأسه مكبراً ويجلس بين السجدتين في يكون ربي أغفرني ويكون مفترشاً يفرش رجله فيسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى يخرجها من تحته ثم يسج السجدة الثانية في الأولى ثم يكمل صلاته على هذه السجدة في جميع ما يفعل في الركعتين الأخيرتين من الرباعية أو من النور من الركعة الأخيرة من النور يقتصد على إراءة الفاتحة ثم يجلس للتشاهد الأخير وقبل ذلك التشاهد الأول كما ذكرنا يقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله رهده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله هذا التشاهد الأول التشاهد الأخير يأتي بذلك أيضاً ويضيف إليه اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك خبيب مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حبيب مجيد أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن كثنة المحيا والممات ومن كثنة المسيح الدجال ثم يدعو بما يتيسر من الأدعية يختار من الدعاء أعجبه إليه كما في الحديث ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله ثم يسلم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله هذه الصفة باحتصاب وهي رمسورة في كتب الحديث كتب السنة الوالد عنه صلى الله عليه وسلم ياتيح